أحبتي في الله عندما قام علماء النفس بدراسة مرض الاكتئاب الذي يضرب اليوم بشدة يعني هناك مئات الملايين حول العالم قد أصيبوا بالاكتئاب ويتلقون علاجات ولكن دون فائدة لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى الإنسان عندما يصل إلى الإيمان واليقين بالله عز وجل فإنه يكون أسعد الناس وأقوى الناس النبي له دعاء لطيف جدا دعوني أتأمله معكم حتى نأخذ القوة من كلام هذا النبي الكريم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا الحديث أيها الأحبة لو توجهنا لعلماء النفس بسؤال حول أفضل الطرق لكسب القوة والنجاح سيقولون سوف تنجح وسوف تتمكن من مواجهة المواقف الصعبة طبعا في حال أنك تمكنت من علاج حل المشاكل المستعصية من خلال أن تلجأ إلى شخص قوي جدا تلوذ به وتعتقد أن هذا الشخص يستطيع أن يساعدك في كل شيء دائما علماء النفس يقولون لك أيها الإنسان عندما تفشل لا تستطيع أن تجد أي شيء حتى يعني ألقي همومك على شخص آخر إلجأ إلى شخص آخر سيحدث يعني ارتياح نفسي وتتخلص من هذه الشحنات وهذا الاكتئاب هذا الحديث أيها الأحبة أو هذا الدعاء يجعلك تتخلص من همومك وتتوجه إلى الله اللهم لا مانع لما أعطيت انظر إلى اليقين أنك تعتبر أن العطاء هو فقط بيد الله اللهم لا مانع لما أعطيت لا أحد يستطيع أن يمنع ما يعطيه الله لك سبحانه وتعالى ولا معطي لما منعت لا تركض وراء الدنيا لأنك لن تستطيع أن تأخذ إلا ما كتبه الله لك إلا ما أعطاه الله لك فلذلك القوة لا تنفع المال لا ينفع الذي ينفع هو الثقة بالله سبحانه وتعالى فانظروا كم يحوي هذا الحديث من قوة تأتيك من خلال أنك تستيقن بهذا الحديث النبوي الكريم اللهم لا مانع لما أعطيت انظروا الثقة ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الإنسان القوي الذي لديه المال لديه الشهر لديه السلطة لا يستطيع أن يحصل على أي شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن عندما تتبرأ من حولك وقوتك وتلتج إلى قوة الله هذا أفضل وأقصر طريق لعلاج الاكتئاب وبالتالي لا داعي لأن تذهب إلى أن تأخذ هذه الأدوية المخدرة التي أثبت العلم أنها غير نافعة وغير مجدية في علاج الاكتئاب العلاج يكمن في داخلك في قدرتك على التوجه إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر